اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجر الى المدينة وجد ان اليهود ايضا يصومونه فسألهم عن صيامهم له لماذا فقالوا انه يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه واهلك فرعون وقومه فنصومه شكر الله فقال نبينا صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منكم فامر بصيامه وصار صومه واجبا فلما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية في شعبان قول الله تعالى لما نزل قول الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه صار الصوم الواجب هو شهر رمضان ونبه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان صيام يوم عاشورة صار مندوبا اليه ومثحبا وقال من شاء صام ومن شاء ترك فصار صوم يوم عاشورة من المستحبات المطلوبة على غير باب الوجوب ونبه النبي صلى الله عليه وسلم الى فضل هذا اليوم وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم بقوله عليه الصلاة والسلام احتسب على الله ان يكفر السنة التي مضت فصيام يوم واحد يكفر الله تعالى به خطايا السنة الماضية وهذا فرصة للانسان ان يسارع الى صيامه ويحرص على ذلك وينبه اولاده كبارا وصغارا على ان يصوموه وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينزمون صغارهم الذين يطيقون الصيام بصيامه فكانوا يصومونه رجالا ونساء صغارا وكبارا لأجل تحصيل هذا الاجر والثواب وشهر الله المحرم هو احد الاشهر الحرم والاشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والارض كما قال جل وعلا ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن عنفسكم والانسان مطلوب منه ان لا يظلم نفسه في كل وقت حياته في السنة كلها لكن الظلم للنفس في هذه الايام ايام لهذه الاشهر الاربعة يكون اشد تحريما من غيره وقد جاء عن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض السنة اثنى عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وراجب مضر الذي بين جمادى وشعبان متفق عليه ذلكم ان هذه الاشهر يحرم فيها القتال وقد كان اهل الجاهلية يحترمونها واذا جاءت الاشهر الحرم توقفوا عن الغارات والاعتداءات التي كانوا عليها حيث ان شريعتهم هي ان يأكل القوي الضعيف فيتوقفون عن هذا الفساد في الاشهر الحرم احتراما لها ولكنهم كانوا اذا طاب لهم صيد سمين يحتالون على هذا الامر ويقدمون شهرا ويؤخرون شهرا وكان يطول عليهم الامتناع عن الغارات والاعتداءات والنهب والسلب ثلاثة اشهر فيؤخرون محرم ويقدمون صفر وقد فضحهم الله تعالى بقوله انما النسيء زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما لواطئ عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله فيحلون اياما من شهر محرم ويؤخرونه ويدعون ان هذا من صفر حتى انهم يعملون ما يحلو لهم فالنبي عليه الصلاة والسلام نبههم الى ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض والله خلق السماوات والارض وخلق الاشهر وجعلها مرتبة متوالية بالترتيب المعروف عندنا فهؤلاء اهل جاهليها الذين خلطوا بينها وقدموا اخروا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام انها هذا العبث قد التغى وان الاربعة الاشهر الحرم هي كما هي يوم خلق الله السماوات والارض ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهو رجب الذي بين جماد الثانية وشهر شعبان هذه الاربعة هي الاشهر الحرم فعادت كما كانت وعبث أهل الجهلية قد التغى ولهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام على فضل شهر الله المحرم وقال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فصيام شهر الله المحرم هو أفضل الأشهر وكون الإنسان يصوم هذا الشهر كاملا فهذا هو الأكمل والأفضل ويحصل على الفضيلة التي وعد بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن يلي صومه لهذا الشهر كاملا فضيلة صيام شهر رمضان فإن لم يتيسر للإنسان أن يصوم هذا الشهر فليكثر من الصيام فيه وخاصة صيام الاثنين والخميس وصيام أيام البيض وما تيسر له منه وأما يوم عشوراء فإنه كما ذكرنا فضله عظيم وعجره جزيل بحيث أن الله تعالى يكفر عن الصائم في هذا اليوم ما اقترفه من ذنوب في السنة الماضية وهذا فضل عظيم وجزيل من عند الله جل وعلا ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود تصوم هذا اليوم قال لهم ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله تعالى بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه ولكن أمر الصحابة بأن يخالف ما عليه اليهود فلا يقتصر على صيام يوم عاشورا فقط وإنما يصوم يوما قبله أو يوما بعده وفي رواية أن يصوم يوما قبله ويوما بعده وهذه وردت في رواياتهم والكان فيها ضعف لكن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يصوم التاسع فدل هذا على أن الأكمل والأفضل هو أن يصوم مع العاشر مع عاشورا اليوم التاسع ولا يكتفي بصيامه وحده منفردا وإن صامه واكتفى به حصل المطلوب لكن حتى أنه يخالف ما عليه اليهود يصوم يوما يصوم اليوم التاسع وإذا لم يتيسر له فيصوم الحادي عشر فصيام يوم عاشورا فيه تكفير للسنة الماضية وفيه اتباع لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشورا وهذا الشهر يعني شهر رمضان فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى صيام يوم العاشر من شهر الله المحرم كما أنه كان يتحرى صيام شهر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام وجاء في رواية لمسلم ما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم يعني يوم عاشورا ونحن نصومه ونحن نصومه اقتداءا بنبينا صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي شرع لنا صيامه لا أننا نصومه اقتداءا باليهود فليعلم ذلك كل مسلم فنحن نصومه لأنه صار من شريعتنا وصار من ديننا لأن نبينا عليه الصلاة والسلام صامه وعمر بصيامه فصيامنا له هو اتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يلتبس عليها هذا العمر ويقول هذا اقتداء باليهود وهذا من الغلط الفاحش والخطأ الفادح فنحن نتبع رسولنا ولا يجوز لنا أن نتبع الكفار فيما هم عليه واتباعهم تشبهم بهم والتشبه بهم محرم لكن لما أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وعمر بصيامه صار من ديننا ومن شريعة رسولنا صلى الله عليه وسلم فيستحب صيام يوم عاشور كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عنهما أن أهل الجهلية كانوا يصومون يوم عاشور وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشور يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه رواه مسلم وجاء في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم عاشور ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر متفق عليه فصيامه صار في شريعتنا من المستحبات ومن السنن المؤكدة لأنه يكفر سنة مضت بصيام يوم واحد وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشور وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم فنبينا عليه الصلاة والسلام كان عازما على أن يصوم اليوم التاسع لأجل مخالفة اليهود والمتأمل يلاحظ أنه يوجد في ديننا عدد من المواقف التي يخالف فيها رسولنا عليه الصلاة والسلام الكفار بأنواعهم في الحج في يوم عرفة كان المشركون يغادرون عرفة قبل غروب الشمس فأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن لا نغادر عرفة يوم عرفة إلا بعد غروب الشمس ومن خرج منها يزمه الرجوع إليها ومن لم يرجع فعليه دم كل ذلك لأجل مخالفة المشركين وكان من عادة المشركين في يوم عيد الأضحاء أنهم ينصرفون من المزدلفة بعد طلوع الشمس فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الحجاج أن يدفعوا من مزدلفة بعد الفجر عندما تسفر الدنيا وقبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين وكذلك هذا يقال في صيام يوم عشورة نصوم يوما مع عشورة التاسع والحادي عشر أو أحدهما والآكد هو التاسع وإن فات على الإنسان فإنه يصوم الحادي عشر مع العاشر وبعض أهل العلم قال إن أفضلية صيام يوم عشورة أن الأكمل هو أن يصوم يوما قبله ويوما بعده أي التاسع والحادي عشر مع العاشر ويلي ذلك أن يصوم التاسع والعاشر ويلي ذلك إفراد العاشر بالصيام فلو أن الإنسان صام اليوم العاشر وحده حصل له على الفضيلة لكن الأكمل هو كما ذكرنا في هذا التفصيل هذه المسائل ونحوها تنبهنا إلى أهمية حرص الإنسان على تعبده لله وقيامه بالنوافل واستغلاله هذه المواسم التي يعرض الله تعالى فيها الأجور والثواب الجزيل بعمل قليل فكونك تصوم يوما واحدا وتحصل على أجر يحقق الله تعالى لك فيه المسامحة والعفو والغفران عن ذنوبك في السنة التي مضت فهذا نعمة كبرى ومنة من الله جل وعلا لا يفرط فيها العقلاء فالعقلاء يحرصون على أن تكون أعمالهم صالحة وخالصة لله جل وعلا وكذلك يحرصون على أن لا تفتهم فرصة من الفرص التي يهيئها الله جل وعلا لعباده في هذه المواسم المباركة فعلينا أن نحرص على صيام اليوم العاشر وأن نرغب أولادنا من بنينا وبنات ونحثهم على الصيام إذا كانوا يطيقون ذلك كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينزمون صغارهم على الصيام ويرغبونهم في هذا أي ما ترغيب وهذا المعنى ينبغي أن يكون ظاهرا في حياتنا وحسن الاقتداء برسولنا عليه الصلاة والسلام في كل نواحي الحياة وهذا منها كذلك اهتمامهم بالعناية بالأشهر الحرم فإن الله جل وعلا حذرنا من الظلم فيها وأعظم الظلم هو الشرك بالله ومن الظلم ظلم الإنسان لنفسه بحيث يعرضها للذنوب باقتراف شيء من المحرمات أو بالتقصير في شيء من الواجبات فيجب على الإنسان المؤمن أن يصون نفسه عن أن يقترف محرماً أو يقصر في عمر واجب في كل حياته ولكن يزداد التأكيد والحرص عليه في هذه الأشهر الحرم وفي شهر الله المحرم وفي هذا اليوم العاشر وهو في سنة هذه يوافق يوم السبت واليوم التاسع يوافق يوم الجمعة فنحرص على صيامها والإكثار من الصيام في الشهر المحرم كله ونحن في هذه الأيام المقبلة كلها موسم صيام فغداً هو اليوم التاسع وبعده اليوم العاشر وبعده يوم الأحد هو الحادي عشر فيجمع الإنسان صيام ثلاثة أيام وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأخبر أن صيامها كصيام الدهر فإذا صام الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر كان كما كأنه صام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فثلاثة أيام عن ثلاثين يوماً ويلي يوم الأحد يوم الإنسان مشروع من كل أسبوع وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام الإثنين والخميس تعرض فيها الأعمال على الله وبعد يوم الإثنين يأتي الثلاثة والأربعة والخميس وهذه هي أيام البيض ومشروع صيامها من كل شهر وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر على صيامها وقال إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فيحرص الإنسان على صيام هذه الأيام المقبلة وإن نشط على صيام بقية شهره فليفعل فإنها كلها أيام خير وبركة وعجر وثواب ومن صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدين وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين ونسأله جل وعلا أن يصرف عنا الوباء والبلاء والفتن والشرور والآثام وعن جميع المسلمين إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اشتركوا في القناة شكرا